اشتركوا في القناة النوع الأول وهو أن يستغل نقطة ضعف أو خطأ بحيث يقوم المهاجم باستغلاله للتسبب بتهنيق النظام أو تعطيله أو إيقافه بحيث يصبح الجهاز الضحية غير قادر على معالجة المهام واستقبال الاتصالات الشكل الثاني وهي أن يتم إرسال كمية اتصالات كثيرة لتصل إلى كمية أكبر من مقدرة جهاز الضحية على معالجتها مما يجعل جهاز الضحية غير قادر على استقبال طلبات الاتصالات الحقيقية وقد يصل إلى مرحلة التهنيق اللي هو أنه يعلق ويصبح يعني ويتوقف هي مرحلة التهنيق اللي هي مرحلة التعليق اللي أنه يعمل ولكن هو غير قادر على فعليا يعني في حالة صدمة برمجية وقد يؤدي ذلك إلى طبعا التوقف عن العمل واستقبال هذه الاتصالات هذه الاتصالات بتكون مثل ما ذكرنا عبارة عن كمية كبيرة من الاتصالات الكاذبة الغير حقيقية مثل نصف جلسات التي سي بي يعني عندي التي سي بي يعتمد على عملية المصافحة الثلاثية بيتم فقط الاكتفاء بمرحلتين وترك الاتصال معلق على ذلك هجوم الحجب الخدمة قد يتم تنفيذه من قبل جهاز واحد وهو جهاز المهاجم ولكن جهاز واحد سوف يكون أضعف من ناحية التأثير هذا الهجوم يطلق عليه دوز أتاك أو دانيال أوف سيرفس نفس الاسم الأصلي لحجب الخدمة زي ما احنا ملاحظين جهاز واحد يقوم بإرسال كمية من الاتصالات إلى الجهاز المستهدف ولكن هذه الطريقة بتكون ضعيفة من ناحية التأثير لأنه جهاز واحد في النهاية ما رح يؤدي إلى التأثير الكبير أو المنشود على الجهاز المستهدف كذلك وجود هذا الجهاز كجهاز واحد يقوم بعملية حجب الخدمة بيجعل من السهل كشفه وتحديد مكانه لذلك ظهر لدينا الجيل التالي من هجمات حجب الخدمة وهي الدي دوز أتاك اللي هي دستربيوتد دانيال أوف سيرفس أو حجب الخدمة المتوزع وهو يعني أن يستخدم المهاجم مجموعة من الأجهزة التي يسيطر عليها لكي تقوم هذه الأجهزة بتنفيذ هجوم حجب الخدمة اللي يقوم هو بتوجيهه لهدف معين يتمثل هذا الهدف في جهاز الضحية مثل السيرفر بحيث كلما زاد عدد الأجهزة المشتركة في الهجوم كلما زاد ذلك من سرعة التأثير وكذلك زاد من صعوبة اكتشاف جهاز المهاجم زي ما احنا ملاحظين عندي هنا الماستر أو الجهاز الخاص بالمهاجم تمكن مع الوقت من السيطرة على كمية كبيرة من الأجهزة يطلق عليها زومبيز زومبيز لأنها بيتحكم فيها دون أن يعلم المستخدمين على هذه الأجهزة بذلك فلنه بيحصل عملية التحكم وإرسال البيانات في الباككراوند فيأمرهم بإرسال كمية كبيرة من الاتصالات إلى الجهاز المستهدف وذلك بهدف تعطيل وتمكنه من حجب الخدمة هذا الجهاز للعملاء الحقيقيين عندي نموذج ثالث لهجمات حجب الخدمة اللي هو DR-Dose Attack اللي هو Distributed Reflection Daniel of Surface حجب الخدمة المتوزع العاكس وهو أن يقوم المهاجم بإرسال Broadcast Bucket إلى شبكات كبيرة تحتوي على عدد كبير من الأجهزة مثل 10 ألاف جهاز أو 100 ألف جهاز بحيث تقوم هذه الأجهزة بالرد بألاف الباككت إلى مصطر هذه البرودكاست باكت والتي سوف يكون المهاجم قد تغير عنوان المصطر إلى الجهاز المستهدف وبالتالي يكون المهاجم من خلال باكت واحدة تمكن من خلق أو إنشاء آلاف من الباكت إلى الجهاز الضحية عندنا هنا كمثال المهاجم أو كصورة توضيحية المهاجم أرسل باكت واحدة Broadcast Broadcast يعني رح تصل لجميع الأجهزة في الشبكة وقبل أن يقوم بإرسالها هو غير العنوان الـ IP الخاص بالجهاز المرسل وجعله الجهاز الضحية أو الجهاز المستهدف الآن جميع هذه الأجهزة الموجودة في الشبكات رح ترد على المرسل لهذه الباكت واللي تم تغيره إلى جهاز الضحية فيستقبل جهاز الضحية كمية كبيرة من الاتصالات يوجد لدينا عدد من الأدوات المستخدمة في كل من الدوز والدي دوز والدي آر دوز ويجب عليك معرفتها وهي كالتالي SMERF وهي نفس فكرة أو تتبع طريقة الـ DRDOS وهي تعني إرسال ICMP إيكوباكت مثل البنك إلى جهات لتقوم هذه الجهات مجتمعة بالرد على عنوان المرسل والذي تم تغيره إلى الجهاز الضحية بحيث جهاز الضحية عندما يستقبل هذه الكمية الكبيرة رح يجعل جهاز الضحية غير قادر على استقبال الاتصالات الحقيقية الأخرى وقد يؤدي إلى تهنيك وتوقف عن العمل فراغل وهي مثل السمرف وتصنف كـ DRDOS ولكن بدلا من استخدام الـ ICMP إيكوباكت بيتم استخدام الـ UDP باكت ويتم استخدام المنفذ رقم 7 لأول منفذ رقم 19 لتحقيق هذه الهجمة زي ما احنا شايفين بيتم الإرسال بكميات بسيطة إلى شبكات تحتوي على عدد كبير من الأجهزة التي تقوم هي بالرد إلى الجهاز المستهدف والتي تم تغيير عنوان الجهاز المرسل إليه لكي ترسل الأجهزة إلى هذا الجهاز ويصبح بسبب كمية البيانات الكبيرة غير قادر على استقبال الاتصالات الحقيقية مما يحاقق هجوم حجم الخدمة الساين فلوت وهو يتم فيه استغلال مصافحة التي سي بي الثلاثية لتبدأ جلسة تي سي بي فيما بين طرفين مثل العميل والسيرفر هجوم الساين فلوت يتم من خلال قيام جهاز المهاجم بفتح الكثير من جلسات التي سي بي الغير مكتملة المصافحة حيث سوف يتم تتم بخطوطين وعدم إكمال الثالثة بحيث لن يقوم جهاز المهاجم بإرسال التأكيد الكنولوجمنت النهائية وسوف تظل الجلسات المعلقة تزداد حتى تصل لمرحلة تكون هذه الجلسات التي سي بي المعلقة بكمية كبيرة تجعل الجهاز المستهدف غير قادر على استقبال أي اتصالات أخرى مما يؤدي إلى حجب الخدمة للجهاز المستهدف عندي أنا هنا صورة توضيحية عندي جهاز المهاجم وعندي الجهاز الضحية بيرسل الساين ومن ثم السيرف رح يرد عليه الساين أك اللي هي أكنولوجمنت المفروض لكي تتم عملية المصافحة الثلاثية يتم إرسال أكنولوجمنت تأكيد لا هو رح يتوقف فقط عند الخطوتين وهكذا ويرسل جلسة تي سي بي أخرى ويتوقف عند الخطوتين فتصل إلى كمية كبيرة من جلسات التي سي بي المعلقة في هذا السيرفر طيب كيف تتم هذه العملية تتم من خلال أدوات اختراق وبرامج تقوم بتوليد حركة البيانات الخاصة بالساين فلوت أو الدي سي بي ساين فلوت أتاك بينغ أوف ديث وهي أن يقوم المهاجم بإرسال بينغ باكيتس بكبيرة الحجم إلى الجهاز المستهدف مما يجعل هذا الجهاز المستهدف غير قادر على التعامل معها مما يؤدي إلى تهنيقه وتعطله عندنا الإكس ماس أتاك وهي عملية فحص الإكس ماس وهي شكل من أشكال مسح المنافذ البورد سكانرز وهي تتمثل في استخدام أداء من الأدوات عندي مثلا زي الإنماب الإكس بروب الهابينج تو بحيث من خلال إحداها بيكتشف المهاجم نهي المنافذ المفتوحة والمغلقة في الجهاز المستهدف من الممكن أن يقوم المهاجم بزيادة كمية وعدد عمليات الفحص الإسكان مما يحول الإكس ماس سكان إلى إكس ماس أتاك بحيث يجعل أداء الجهاز الهدف منخفض بسبب كمية عمليات الفحص الكبيرة التي تحدثت على الجهاز ورح يؤدي ذلك إلى حجب الخدمة التي يقدمها هذا الجهاز تير دروب أتاك وهي تعني أن يتم إضافة بكتز غير تابعة للبكتز التي حصل لها تجزئة بحيث أن هذه بكتز كبيرة حصل لها تجزئة عملية فراغمينتيشن من خلال هذه عملية الفراغمينتيشن بحيث تجزئ تجزئ البكتز الكبيرة إلى بكتز صغيرة هنا يقوم المهاجم بإضافة بكتز أخرى صغيرة غير تابعة للبكتز الأصلية مما يسبب حالة تهنيق لما بيستلمها الجهاز المستقبل ويحاول يقوم بإعادة التجميع لأن في بكتز تم إضافتها غير تابعة للبكتز الأصلية رح يسبب ذلك إلى تهنيق للجهاز المستهدف مما يمنعه من تقديم الخدمة وبالتالي يحقق المهاجم هدفه في عملية حجب الخدمة طبعا هنا العنوان المكرر هو المفروض أنه يكون بينك هجمة بينك فلود أو فيضان البنك وهي تعني إرسال كمية كبيرة من البنك كفيضان إلى الجهاز المستهدف بحيث ينشغل الجهاز المستهدف بها ويتعطل عن تقديم الخدمة التي يقدمها كما رأينا أنواع حجمات حجب الخدمة وأدواتها وما تم ذكره هي كأمثلة وهناك أدوات أخرى ويتم اكتشاف أدوات جديدة بين فترة وأخرى يوجد لدينا عدد من التدابير للتسطي لهجمات حجب الخدمة وهي كالتالي وضع خطة خطة استجابة مع مزود الخدمة الخاص بك بحيث أنه في حال تم اكتشاف هجوم حجب خدمة يكون في خطة بينك وبين مزود الخدمة عندنا إضافة الجدار الناري وأجهزة الراوترات وانضمة كشف التسلل والتي تقوم باكتشاف حركة بيانات حجب الخدمة ويتم إغلاق المنفذ أو عمل فلترة لحزم البيانات استناداً إلى عنوان المرسل أو المرسل إليه تعطيل ردود السطا اللي هي الإيكو باكتش على الأنظمة الخارجية والخارجية وهي تعني المتصلة مع الإنترنت والسطا أو الإيكو اللي هي أنه يتم إرسال طلب وانتظار الرد كنوع من أنواع الباكتز زي عندي زي البنك مثلا تعطيل خصائص البث على الأنظمة الحدودية بحيث أن البرودكاست بيتعطل على الأنظمة الحدودية اللي هي بتربط ما بين شبكتين أو تربط ما بين شبكة والإنترنت منع الحزم المخادعة أو اللي هي الاسبوفت باكتز من الدخول إلى الشبكة أو الخروج منها اللي ممكن يحصل فيها عملية انتحال أو تغيير للآي بي المرسل بحيث يوجد تقنية على الجدار الناري تتأكد من أن المصدر المرسل للباكت هو فعليا المرسل وليس من يقوم بانتحال عنوانه إذا اكتشف الجدار الناري أن هناك انتحال للعنوان عندها يقوم بمنع الإرسال أو الاستقبال النقطة الأخيرة ابقى جميع الأنظمة مصححة من خلال تحديثها بأحدث التحديثات الخاصة بالحماية من البائعين لهذه الأنظمة هذه كانت قائمة بأهم النقاط للتسطي لهجمات حجب الخدمة ولكن لسوء الحظ في الوقت الذي يعمل فيه المتخصصون في الحماية لتطوير وسائل دفاعية ووقائية وعمليات كشف أفضل للأنواع المختلفة لهجمات حجب الخدمة ولكن في نفس الوقت يقوم المهاجمين بتطوير وسائل جديدة لهجمات حجب الخدمة تتخطى الدفاعات الموجودة فبالتالي التحديث مثل ما ذكرنا مهم ومتابعة كل ما هو جديد في الهجمات ومن ضمنها هجمات حجب الخدمة أيضا من النقاط المهمة